ديجلا وحليب مع الدكتور لهذيلي منسر جيمان مرحبا بيكم أحبابنا المستمعين أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الأنيس يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير هذا من الدعاء من بعض سياغ الدعاء المأثورة وهذا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة بأسمائه الطيبة والكريمة وهذا من المناجات والسياغ في الدعاء وفي غير الدعاء من أمور دينية السياغ محبذة ومحمودة لأن فيها معاني جليلة هناك سياغ في الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أدعية واردة في القرآن الكريم وهناك أدعية واردة عن آل البيت والصحابة رضي الله عنهم جميعا وهناك أدعية هي من إنشاء وبناء العلماء والعارفين وكل هذا خير وكل هذا حامل لمعاني عظيمة وكل هذا فيه أسرار معنوية وروحية جليلة ولكن كل هذا لا يكفي لماذا؟ لما تحضر النية وتستجمع هذه النية وتركز فإن هذا يمكن يعوذ عن كل الصياغ المأثورة وغير المأثورة ويمكن أن يعوذ كل الأشكال المأثورة والمتعود عليها في الدعاء وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى فقد يكون المؤمن صاحب نية صادقة وصاحب سريرة نقية صافية ويكون مع هذا عاجزا عن حفظ الأدعية المأثورة أو حتى قراءتها في الكتب والمنشورات المؤمن قد يكون أميا ويكون مع ذلك صادق ويكون مخلص قريب من ربه تعالى ويكون أيضا مجاب الدعوة القرب من الله لا علاقة له بالشهادة العلمية ولا علاقة له بالمصطفى الثقافي ولا علاقة له لا بلحية ولا بجلباب ولا بما ينطق اللسان كل الأمر في حالة القلوب المؤمن الذي لا يعمر قلبه إلا بالخير لا يكون له من الله إلا الخير ما قرأنا من دعاء لا طلب فيه لا طلب لرزق ولا طلب لفرج من مرض مثلا ولا طلب لقوة ولا لسلطان وإنما فقط نداء بصفة يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب إلى آخر ذلك مما قرأنا هنا في هذا الدعاء هنا مؤمن ينادي ربه وما أعظم هذا وما أجمل هذا ومن رحمة الإسلام التي لا تحصر أن الله الذي يحدث عن نفسه تعالى في القرآن الكريم هو إله قريب والقريب إذا دعوته وناديته أجاب إذا قلت له إلهي أو ربي قال لك عبدي ولكن في المقابل عليك إذا قلت إلهي عليك أن تضمن أنه إلهك حقا أن يكون هذا الإله الذي تنادي ساكنا قلبك إذ القلب هو الذي ينادي لللسان ولو كان الدعاء والنداء باللسان لدخل كل أخرص عاجز عن الكلام لدخل النار حفظكم الله من كل نار ولدخل كل ناطق الجنة وهذا لا يستقيم لا يستقيم لأن الله عادل وأن يكون تعالى عادلا هذا يعني أنه يهب ويمنح الجميع نفس الحظوظ الحظوظ هنا حظوظ قلبية وليست حظوظ لسانية ولا حظوظ بلاغية هي حظوظ باطنية قلبية هي ليست حظوظ ظاهرية وهي حظوظ في مستوى النية لا في مستوى الشكلية ومفيد أن نقول كل هذا ونذكر بكل هذا ليشعر كل مؤمن بأن طريقه إلى الله سابقة وأن كل الأبواب الإلهية مفتوحة بل إنها مشرعة الذي يحسن الدعاء والذي لا يحسنه الذي يحفظ من الأدعية المأثورة والذي لا يحفظ الذي يتمتم دعاءه والذي يشهر به الذي يدعو واقفا أو جالسا أو على جنبه الذي يدعو بليل أو يدعو بنهار الذي يدعو بصلاة أو يدعو بمجلس الذي يدعو منفردا والذي يدعو بجماعة هام جدا أن يستشعر المرء قرب الله منه وإذا كان من شك فالأولى أن يكون الشك لا في قرب الله تعالى من العبد وإنما في قرب هذا العبد من ربه هذا يكون في كل الحالات وفي كل الوضعيات ولكن الضرورة والحاجة تزيدان عند الضيق وعند العصر وعند الأزمة مجرد استشعار قرب الله ومن دون الحديث عن استجابة الدعاء مجرد هذا الاستشعار يقوي الإنسان ويشد أزر هذا الإنسان ويجعله يتمالك فلا يضعف ولا يتزلزل ولا يضيع دمتم رحمة ودمتم مرحومين ديجلا وحليم مع الدكتور لهذيلي منزر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر